موسيقى أسعدتم مساء سيادة الرئيس قبل كل شيء نشكركم على دعوتكم الكريمة في هذا اللقاء الدوري مع الصحافة الذي رسحتمه تقليدا جديدا لإنارة الرأي العام في كل ما يتعلق بالقضايا الدولية والوطنية نشكركم سيادة الرئيس على الدعوة ونتمناه لقاء مفيدا لكل متابعين وكل مواطنين الجزائريين إن شاء الله شكرا سيدة بالعمري بكل حالة مثل ما تفضلتي أعتقد أنها صبحة سنة بالنسبة لدينا أننا نتواصل مع المواطن من خلالكم من خلال الصحافيين ربما كل مرة رام يجدوا صحافيين ولكن تبقى الأسرة هي وحدة بصورة الإعلام حتى يكون المواطن في نفس المعرفة ونفس الدراية الأمور مثل ما نحن مطلعين لها بقدر الاستطاعة على قدر الاستطاعة إن شاء الله نتمنى أن نكون عند حسن طن متابعين سيدة الرئيس نحن على أقواب شهر رمضان المعظم هناك تدبدب نوعا ما في تمويل السوق الجزائرية رغم أنه هناك حديث عن الوفرة هذا التدبدب تمويل السوق يرافقه زيادة في الأسعار هذه الزيادة في الأسعار تكاد تمسح تلك الزيادات التي جئتم بها لصالح الفئات الضعيفة ماذا يحدث في السوق بالضبط سيد الرئيس أنا أقول لك يعني ما هيش فلسفة ولا نطلب لهذه الناس هدول هداية من المولى عز وجل ما هو الشهر الأكل وشهر المضاربة في المواد نتع الفقارة والبوساطة باش يواجهوا باش يواجهوا المولى عز وجل غدوة يدعوا يدعون الدين ويدعون يدعون ولكن نتمنى إن شاء الله باش الناس مثل ما يقولوا بالعامة تحشم على روح هذا شهر نتع الرحمة شهر نتع التواصل شهر نتع التدامن بين الجزائريات والجزائريين عنده يستغلوا الفرصة كل ما تكون فيه فرصة طلب يرفعوا الأسعار ويرفعوا لأنه شهر رمضان ما هو شهر تاع أكل ولا شهر تاع كده من ناحية الوفرة كل شي متوفر كل شي متوفر والدولة ملتزمة لأنه أولا فيه تخزين عادي بالنسبة لكل المواد وفيه بما يسمونه هالي استوك استراتيجيك تاعنا في كل مواد ده تكرش مادة من المواد فيه كذلك إمكانية مالية متوفرة فيه ضرف 48 ساعات جيك بواخر إلا كانش فيه نقص هنا بوهرن ولا العنابة ولا العاصمة ولا ولكن لي عناه يكفي يكفي والأمور هذي ما بغاش تزول من المجتمع التانى نيجي رمضان تبقى الأمور تت تمنى إن شاء الله على كل حال أنا أعطيت تعليمات للوزير التجارة باش يواجهوا هالأمور بسرامة بسرامة قصوى سيادة الرئيس إذا سمحتم لنا كنا تابعنا ما يحدثه مؤخرا في السوق وكان هناك سيناريو مشابه لسيناريو جنوبي 2011 في مادة من المواد الأساسية كلما تتحرك الدولة لإقرار وفرض قوة القانون في إضفاء الشفافية على المعاملات التجارية إلا ونلقوا مقاومة من قبل بعض البارونات أين قوة الدولة في رضع هؤلاء البارونات؟ قوة الدولة حد الآن ولا واحد قادر يزعز على استقرار الدولة لأن صارت الأمور مثل ما صارت السميد واجهنا وقع فيه ضاياع كبير بالنسبة للسطوك سراتيجيك واجهنا في النهاية لما تأخذ الإحصائيات في ولاية وجدنا أن كل مواطن استفاد من 400 قنطار حشكم المذابي العامرة بالسميد يعني الغاية كانت زأزعت الاستقرار شوف فيه تصرفات هذا اللي حبي زأزع بمادة من المواد شوفنا فيه المساحات الكبرى واحد يمشي فيه كادي فيه فيه عشر قارورات نتع 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 خمسة نترات زيت خمسين نترات وennen its time its time فيه لهفة وفيه محاولة زعزعة الاستقرار ولكن ونحط تعدينا عام إtime الدولة بش تخلي ضغط في مادة من المواد ما تتركش الضغط عندنا إمكانيات ولو استيراد عندنا بالأحتياتρίات نتع ن Jed amp ut ثلاث شهر ولكن لازم تجيبها واخر في 48 ساعة تجيبها واخر في 48 ساعة ولكن هذا التصرف هاللعبة القادرة لازم يبعدوا عليها يبعدوا عليها وإليه خلصوها غالية وما كانش واحد اللي ظن في روحه قوي ما فيش واحد فوق العدالة فوق الدولة مهما كان ولكن عارفوا شان يقول سيد رئيس نخرجه من مرمضان سنريح في البرونت سؤال تلك سيكون برابور لریکوپراتي تعلرجان وليه ايضا على البرونج ستتلقى لن دوز ابجتف اصنع وين رحيو ستعلقا للماليه يجرس لن دوز ابجتف اصنع لن قلتها وجاوبت ميران على هالنقطة هالأساس أعطيني حكم نهائي الأحكام هاش نهائية أغلب الأحكام على الناس هادورها في استئناف على مستوى المحكم العليا ما ينتظر في الاحكام لأن الدول اللي نتعامل معها دول تتعامل بالقانون ما تتعاونش بالعاطفة ولا بالإيرادة السياسية هو جس النبض مع الدول الأوروبية كلها مستعدة لهذا البشت بشت تساعدنا في هذا المسعى مسعى استرجاع للأموال تعناه واسترجاع ولو العاقار ولو هادي ولو هادي فيه فيه أنتم مارك متلاحظوا فيها دول لأن الشيليسرا أولا متورطين فيه شركات أوروبية هذه تدخيم الفواطر والأخي دي الأموال التي سرقت استثمرت في أوروبا ما استثمرت شهنية زير الأخيرات تع وزيرة العدل السويسرية داخلها في هذا النظر داخل ما مستعدين قلت لك مستعدين كلهم إستحاد أوروبي مستعد لأن الإستحاد الأوروبي ما يرضاش النفسه بش يكون هو شريك تع إيسان سرق بلاده وسرق هذه وسرق إن شاء الله إن شاء الله في هذا الشهر تجيكم معلومات تفرحكم إن شاء الله تبدأ بداية هذا هذا الشهر هذا إن شاء الله بدنا بالعقر تعنا بدأوا السفراء اليوم يرجعوا في العقر تشوف السفير تعنا في باريس رجع ما يقارب 44 عقر تعنا منها سكنات نتعتم لغرف منها دي شاتو هكذا أما بدنا بدنا نسترجعوا لأنا عني عند القرار تعي ولكن مرة أخرى ما نيش نبرر ولكن الضرف ما ساعدناش ما نقوش على المرض تعي ولكن الجائحة بصفة عامة ولا قلة إمكانية التنقل اليوم باش نبعثنا ناس لأوروبا مع الشي درسال فيهم دولة خمسين ألف حالة في النهار والأخرى عندها ثلاثين ألف هذه أمروش بالإطارات تعنا إن شاء الله تهدى الأمور ونبعتوه الوفود اللي لازم نبعتوها وين لازم نبعتوها باش يكون فيه تجوابا باش نهني المواطنيين المواطنات أنا ما نتخلاش على هذه توعدت ويكونوا نرجعوا درهمنا ونرجعوا العقا ممكن ممكن ما قدروا رجعوا كل شيء لأن كثير منه سري ولكن أعتقد حتى هادو يوم اللي يوم لازم يبوحوا بشيء اللي عندهم في الأماكن السرية وفي صالح سيدة الرئيس كنتم في صد الحديث على هذه الأمر يتعلق بالممتلكات المهربة إلى الخارج لكن هؤلاء المفسدين أو الناس اللي رأي ممتلكاتهم هناك ممتلكات في الداخل وكنا شفنا أحكام قضائية ومنها هناك أحكام نهائية هل توصلتم اليوم الجزائر يعني هناك جرد مبدئي للأملاك هؤلاء في الداخل فيها قليلة قليلة ما عاد العقار تعدو لل الفانسي اندوسري أو بعض المصانع بعض المصانع مش ضائل جدا بالنسبة الشيء لخداوة لأن البنوك تاني باش تتسرجع أموالها حوالي ستلاف مليار دينار لتعطاتك قروض وما رجعش منها عشرة ولا خمسة عش في المئة لأنه فيه القروض وفيه التحويل الغير الشرعي وفيه وفيه هنا نعطيك واحد يعني عندهم داخلين نرهم اليوم رهم في السجن الفيلا نتاحهم كرينا يعني ما عندوش حاجة قبل الاسترجاع مع هذا ربما لا راه في الخارج لأن الحالات تختلف فيه بقايا تعلي كيت تعطوه موبيلات مثلا في صوفاك ما زال 1520 كيت هدو تفصل فيهم للعدالة هل لدمي سرطار عندو الحقي يزيد يركب وتباع باش نقف الملف ولا تديها بانك البونوك اللي يسالوهم دراهم ولا أش قلت لك أنا الملفات ما تغلقتش ولكن هذا اللي عندهم كلك كلك كيت ما زالو في كين لي كيت لي ما زالو في الجماريك مهدي بتقريب ما تغطيش حتى السلفية اللي اخدوها سيد الرئيس لماذا مثلا عدم تأميم شركات أو مؤسسات ومصالح هؤلاء حتى تصبح تابع النسيج العمومي وبالتالي رايحين استفادوا منها لو كان كان فيه مركبات صناعية كبيرة وقوية وهذه نجاوبك المركب تعزيت اللي موجود في جيجل أنا أنا أعطيت أوامير باش في أقرب وقت نستكمله ونفتحه للإنتاج يخلق ما نصيب شغل بالنسبة للجيجل والمنطقة هذه ولكن على العموم لما نشوف تضخيم الفواتر يعني المليارات من الدولارات اللي مشات بالنسبة الشي اللي موجود يعني ممتلكات نتاحهم شي ضائل ما هوش ما هيش حاجة ما قلت لسنكة طوال يعني تاخدي فندق خمس نجوم مش حاليش سيد الرئيس عندما نتحد على الأموال المنهوبة هناك نوع آخر من الفساد اللي هو جاري اليوم في السوق الداخلية الأمر يتعلق بالأموال الموجودة في السوق الموازية لولاة الضر الزاف بالاقتصاد الجزائري سيد الرئيس هناك يعني هناك نشوف أن الحكومة رأي تراهن على الصيرفة الإسلامية لاسترداد هذه الأموال في حين أنه كين حل آخر حل جدري يقول الخبراء لماذا لا مثلا الذهاب إلى دينار جديد ما ما فيها جدو تجريبة تجريبة لعصفورين بحجر ربما حجرتين ما تجيب لك عصفور المال هذا يبدأ من درع مكدس عندي 15-20 سنة هم يعني ما يجيب حتى شيء لدولة لا درائب لا هدي لا خلق مناصب شغل لا هدي لا هدي ضروف مرت بها البلاد تسعينيات وتم اللي يبدأ القطاع الموازي يتقوى قوة الدولة يعني باش نكون صراحة يعني أنا داك كان عجزة تحت الدولة الجزرية علنت الإفلاس ما نقدروش نسدو في الواحد وتسعين اثنين وتسعين تخلنا تحت رحمة صندوق النقد الدولي بكل ما له من شروط نتعو باش يساعدك بما فيها المحو تماما كل ما هو اجتماعي كل ما هو كده إلى خير كان فيه قرار خداوة في داخل الوقت قرار سياسي أن اللي عنده باش يجيب يجيب يبدأ الناس داخل الوقت لفتح حساب العمل الصعب ولا افتح واش تحب حرية ابدأ القطاع هذا يتقوى 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 بغير رقابة وبغير تصريح وبغير كذا وبغير كذا تم تقوى الظروف اللي عشناها مهم اليوم واحد ما عنده الرقم الحقيقي ولكن الناس تتخيل كل واحد عنده هي ما بين ستة آلاف مليار دينار حتى عشر آلاف مليار دينار اللي موجودة اليوم تكدسها في الله كان المبرر أنه ما يحطش في البنك لأنه ريبا ما ريبا اليوم رأى في المسرفة الإسلامية ما فيه أعتقد أن تكون فيه نتيجة إيجابية مع السيرفة الإسلامية مع السيرفة الإسلامية ومع ربما السيرفة الإسلامية لكن نفوت للسندات إجراء نقترحنا باش تكون فيه سندات نتع مليار سنتيم عشر مليار سنتيم حيوظ ما يخلي المال متركز عنده ممكن يكون فيه حريق ممكن يكون فيه فايضة ممكن يكون كذا يدي ربما قعلها كافتاعة وهديك تجي في عشر سندات ولا خمسة عشر سند ممكن أنا ما عدنا آمل فيها أما باش تغير العملة بالتجربة ما من هاللي تغير العملة تشوف طوابير وجودة ما هيش نتعريج العمل ولا ناس تعمل تلقي ببساطة تلقي كاد يقال هاك رح بدلي ميتين مليون ونعطي خمسم مية ثالث رح بدلي هادي رح بدل وتلقى هم يبدلوا ما يبدل لك مئة مليار يجيب هلك لا فيه ناس اللي بدأوا يدفعوا أعتقد لما تخنيش ذاكرة رح في شهر كان في حوالي ما يقارب مئة مليار سنتيم اللي تحطط من المال هذا المجمد في سوق الموازية هي يعتقد أن إن شاء الله من بعد الانتخابات من بعد ما الجزيرة تسقر أكتر فأكتر لا تكون فيها تكون فيها طمأنة على المواطنين ويتطرحوا أموالهم في البنوك البنوك على المسرفة الإسلامية ولا أخرى لا نحن فاخد الأمال في هذا شيء لكن في هذا الوقت بالنسبة للاقتصاد الوطني فيه مضرة لا يوجد مفعاة فيه مضرة لأن هما السبب في رفع ارتفاع الأسعار الحقار في أموال موجودة بكثرة سيد رئيس سيلا سمحت أنا عبد للملف تركيب تركيب السيارات شفنا بلك الإسراء في 2019 و2020 خلا 2020 عام كامل عام أبيض وهذا خلا الأسعار المركبات الدوكازيون الواتور الدوكازيون يلهب كان بزاف الواتور يقولون بلك هذا 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 السكتور سبيشيال يليا أنا شك دي كوبرنمو وش رايك فهد ثاني فو بوزي بروبلام تطرح المشكل تأستيراد السيارات سيارات أو تركيب السيارات التركيب ما أعطاش نتيجة تركيب ما أعطاش نتيجة لأنه كان يجيب السيارات مركبة خصها غير عجلات ولا ويقول أن ينركب السيارات وضيعنا فيها ملايير دولارات بالنسبة الواحد اللي كان يركب كما هك و و مسمينه تعال دولار ضيعناها معاه ثلاث مليار دولار طورة لفع كوا باش هاي النتيجة كان هما التزموا من البداية باش يكون فيه بالأقل نسبة معينة عن تعيد ماج باش دخل فيها مواد جزائرية باش دخل ما فيه ولو حتى شركة الفرنساوية رونو ما هدا وين بدأ باش يدخلوا مواد المصنعة هنا محلين سينا واشتربح انت في تركيب هاد السيارة مني نجيبها مركبات تقام لك ارخص من بالنسبة البعض اللي كانوا يركبوا السيارات يخلق ربع مئة منصب شغل باش نضيع معك تروة ميليار تلت ملاير دولار اذا للنظرة ما كانتش نفس النظرات عادر وكانوا ماشيين للتركيب الحقيقي الكايد يشارج دفتر شروط راه واجد باش التركيب اللي ما يوصمنيش في اخر المطار بعد ثلث سنوات لاربع سنوات حسب ما ينص عليه دفتر شروط الى سيارة يعني فيها مدمجة جزائرية مدمجة جزائرية بالاقل بربعين في المياه علىها ربعين في المياه مش يعني نخوه بركي قالت على الجزائر لأنه كل قطعة من القطاعات اللي تزيدها راه تخلق مناصي بشغل من المفروض لما تفوت لصناعة السيارات وصناعة التركيب الحقيقي راه تتكلم على عشرات لألاف تعمل مناصي بشغل مش ربعين واحد شكرا يخلقوا مصانع صغار يخلقوا مناصي عنه مصانع انت هذا يصنع لي كوروة هذا يصنع هادي هذا يصنع لي روندال هذا يصنع لي فيس هذا يصنع هادي مئات قطعة ممكن تكون جزائرية هادي الآخر تعال الأجهزة بالفولون والهادي والطابلوتبور والأتوس لما وصلناش هادي ما نديره استركيب إذا التجربة ما كانتش ناجحة وضيعت فيها الجزيرة أموال طائلة نفوتوا لتجربة آخر إن شاء الله تطرح لي مشكلة تكفل بالنسبة لبعض الفئات اللي محتاجة باش القوة اليومي تاحها محتاجة هادي أمي معاك أما السيارات تطلع وتهبط سيد رئيس سمح لي 2020 كان وزير صيناء الأسبق كان قال بالليك في 2020 رح يكون دفتر شروط ورانا في 2021 أمي معاك تستورد بورش ولا تستورد هذي من المفروض ما تستورد هاش با تستورد بورش ودفعت الضرائب بتاعك تعال مع الجماريك لا يسهل عليك ميصف باديك سيد الانبورتاسيون اذيك الارجان دلتا بارشكو لكن هذي داروها اللي غادي اللي تبنى له باسي يترى يسوه مع ذلك سؤال يهم جميع المواطنين متى يطوى ملف سيارات يعني متى تدخل سيارات سواء مستوردة جديدة مستعملة مركبة لا واحد الفين واحد وعشرين انا نقول لك في السوداسي هذا ان شاء الله يكون تفتح الباب لان دفتر شروط اللي تقدم شفنا باللي ما يلبيش يعني هناك مراجعة لدفتر شروط الحالي الصادر في الجريدة الرسمية لا مش موج دفتر شروط بنفسه باختيار سيد رئيس لانه ما يخدمش الاقتصاد الوطني انا لما نشري مثلا النوع كذا من السيارة من الدولة الفلانية نشري عليها 300 الف سيارة وراني نغدي في الانتاج نتاح ونحافظ لها لما نصيب شغل تاح هي واش تعطيني الأمور هذه ما هيش مجرد يعني تصرف تصرف ضعناه أمام الملأ يعني هو نقدر نقول أنها قواعد اللعبة الجديدة انتا كنت تقول ما يعطوناش البونوك ما تلبيش وهدي أني فتحت لك البونوك اليوم ما رايش بغي تستثمر ذاك شغلك مما تسيش تسيب سبب آخر لعدم الاستثمار وعدم خلق ما ما سيب شغل وعدم الانتعاش راه بدأ نعني اللي انتعاش في قطاعات كان القطاع ربما التركيب هذا عاودت تبني على أسس أخرى ولكن القطاع الفلاحي ماشي والاستثمار في الفلاحة راه ماشي أمليح ونجاوزوا إن شاء الله هذه السنة نجاوزوا الـ 25 مليار للأنتعي السنة الماضية إن شاء الله بالنسبة للصناعة الصغيرة المتوسطة سياس لي كي تحبسناها اليوم في سياس الإدماج ماشية اللي كان يستورد الكيت تعال مبردة ولا تلاجة اليوم يعرف باللي بعض المواد منها ما تستوردش صنعها هنا كاين اللي عندهم إمكانيات تعالهم بوتيساج تعال الكاركاس تعال هدي تعال البلاستيك تعال شخي تعال توي ونكيفر إثترا إذن راه ماشية ما تظهرش العلن لأنها مؤسسات صغيرة نسبة الإنتاج يعني مؤسسات صغيرة لا إنتاجها قوي وإن قوي على حسب لسهلك الوطني ولكن المؤسسات هذه اللي هم يصنعون مثلا الكتان الجين توصرها ماشية الأمر بدأ الانتعاش لكن إحنا قيمة الانتعاش الاقتصادي لما ندخل في صناعات تحويلية ولما ندخل في تركيب السيارات الحقيقي ولما ندخل ولما ندخل ولما ندخل هذه رانا ننتظره أنا سبق لي والتأزمت أمام الملأ أن الجزائري ولا الجزائرية لحبي دير مصنع تحويل المواد الأولية نساعدوه بقرض يساوي 90% من المشروع ما أعتقد أننا فيه دولة تعطيها ما فيش أنا ننتظر فيهم سيد الرئيس في آخر حوار لكم في نفس النقطة دايما في آخر حوار لكم قلتم أن هناك مال فاسد يسري في دوليب الدولة يعرق للتغيير وقلت أن هناك النتائج للتحقيقات رايحين تكشفوا عليها هل التحقيقات ما زالت سارية سيد الرئيس هل عندها علاقة بكل وضع الحالي بالنسبة الاقتصاد اقتصاد المعرفة اقتصاد للمؤسسات الناشئة لأول مرة الجزائر تسجل أثناء إقليميا وربما دوليا مع الشباب تحقيقات لن تتحدث عن المال الفاسد هذا المال الفاسد تحتى في الحركات الاجتماعية يحاولون هناك من يحرك من وراء السيطات أكيد أكيد وعندنا لبننا وفيه الناس باش واحد في الحبس ويدفع عشر ملايين دولار للوبيس الولايات المتحدة رأى وسيط شكون الواسيط هذا فيه وسيط فيه بالنسبة لخلق مشاكل اجتماعية ودهارات بسيطة صغيرة فيه هادي فيه هادي ووجودة بالمالفز وقلتها صراحة ما دركتهاش ونكررنا بالمرسد وراه يتعاب فيه روحه بطر علاش الناس هادوا لو كان المشاكل هادوا وقعت في أوروبا مثلا المتلكة التعوى معروفة هذا الخافي أكثر من الدهر المال هادا راه يمشي مقالات وزيد المال الفزد هادا راه عملة وطنية وعملة صعبة والاثنين راه ميمشوا واحد واحد معروف أعطوهم آخرين 300 ألف دولار 300 ألف ألف أورو وفي أعلم سلوطات نتعى الدولة هادك ومي ديروا لووالو لانا يخدم على المخابرات نتعى سلوطات نتعى الدولة نتعى الدولة أعطوه أكثر من الأمر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر جانت نانسي قنقر 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 اللي يبغى يدير السياسي يمشي الأحزاب ما المجتمع المدني هذي ضروري باش المجتمع المدني يتنظم متقدرش تسوي أنا غدوة مثلا جمعية صباحة جمعية وطنية اللي متكفلة بال يعني بال دوي الحاجة الخاصة نعطيها الاعتماد انتحها ك جمعية دات منفعة عامة وعندها الحق تكون عندها اتصالات دولية تحى امتدادات امتدادات في الدول مع الأمم المتحدة مع هذه مع هذه خليلها الحرية تحى مش بالضرورة كل شي يفوت على وزارة خارجية المجتمع اللي ما يكون حي ويمشي بالإيجابيات ما يمشيش بالسلبيات الجزائر منعت خلاص وهذا هو المجتمع اللي نتمنوه لبلادنا هذه الاسوسياشون ديستوميزي الاسوسياشون تعل مرض السكر الاسوسياشون تعل حماية المستهلك الاسوسياشون تعل حماية المستهلك ممكن تمشي إلى أبعد حل نظرني نشوف في بعض الحيانات هاتتتسيس ماهيش سياسية الاسوسياشون ممكن اتفاقيات معاك دير حتى هي تدير مخابر تاحا ولا تحت الدولة باش دير مخابر قال السلعة هذين اللي دخلت فاسدة وهذين هتسبب في سرطان وهذين هتسبب في كذا بشرط انها ما تدخلش في اللعب ما بين المنتجين استر رئيس دايمن في إطار مخاوف الأحزاب إطار مخاوف الأحزاب كنا شفنا من بين الشخصيات اللي حضيوا باستقبالكم قالوا أنه رئيس الجمهورية هو الضامن الوحيد للانتخابات التشريعية يعني وش قصته هل هو ضرب لمصدقية اللجنة الوطنية الانتخابات أم انتقاص لمضمون القانون أم ماذا في اعتقادكم يختبرها بلي أعتبرها بلي كلام عام وخلاص ولا ضمان يريدون من الرئيس ضمانات أكبر المهم أن الرئيس ما يميلش الرئيس الأربيتر كلنا السواسية ما فيش كوطاة قال عطل فلان لنحي الفلان اللعب تاع الكوطاة انتهى نهائيا هذا هو احنا ما دابين على منظر سياسي حقيقي تاع البلاد يعني هذا أن القوى السياسية والناس اللي انتموا القوى السياسية عالميا في كل دولة ما تتجاوش 25-27% والباقي مواطنين صالحين في المجتمع المدني في شمعيات في كده ونهار اللي جي لانتخابات يميل الحزب الفلاني ولا الميل الفلاني ولا الفلاني هيرا عندهم 75-70% عجزاني يتفضلوا يقنعوهم ويوشي مشوا معهم الله يسهل عليهم سيد الرئيس كنتنا تابعنا احنا يا لتصريحات رئيس لجنة المستقلة لانتخابات حول سحب الاستمارات اليوم رقم السحب تاع الاستمارات هل هو يعني يصل لطموحاتكم اكتر من طموحات اكتر من طموحات جيتني معلومات امس من ولاية كبيرة شي يقال لك السحب انت على يعني كتر مش لك انو يتوقعو ايه انا شوفي باش نزيل نكمل الجواب على جزء من السؤال ربما ما طرحتيش انا بالنسبة لي يسحبوا استمارات ما يسحبوش استمارات الاستخابات الشريعية تكون بنسبة كذا ولا بنسبة كذا نطلب انها تكون نازيهة شفافة اللي جابتو هدك هو احنا ما دابينا الشعبي يعرف باللي رانا نبنو في دولة جديدة وبناء هو اساسها هو اساسها واساسها الدولة هو اختيارات نتاعو لكن هو ينسحب من الاختيارات رسلا احنا ما دابينا نسبة المشاركة انت على المواطنين تكون نسبة عالية على حسب شريعية شريعية معروفة في العالم بأسره تتراوح ما بين 40-50-55% مش اكتر إذا كلها هو مبغلش يشارك اللي يجابوه تشريعية هذا كوه خلاص تقيمكم للمشاورات مشاورات انا ما اعتقلش ان فيه واحد احسن من الاخر ولا واحد اقوى من الاخر ولا واحد اكبر من الاخر ولا نعم نعم استقبلت ناس عارف الافكار تاحهم عارف قصد اشراك الجميع في بناء الجزائر الجديدة كل الجزائر قاعد ناس تشارك وما تشارك القصد قال أنا القوي ولازم أنا تدير عليك الامي وهذاك ما تديرش عليك هذه المنمشيش فيها جمهورية قاعد ناس سواسية صح الوزن اختلف سياسي نشوف الوزننا ان شاء الله في المجلس الوطني اما ما تبقى انسان عنده حزب ربما ما عندهش كثير من المناضلين ولكن عنده تجربة في الميدان كمسير ككذا كذا لمدة 30 35 40 سنة ربما الافكار تاح وتصلح بالنسبة وكل واحد على حساب أنا ما ما خدثهش على حساب ترتيب الأكبر والأضعف والأصغر سيد الرئيس كنا شفنا الحكومة في أحد اجتماعاتها تناولت مقترح لتعديل الجنسية هذا المقترح هذا أطر يعني جدل واسع في الساحة الوطنية هل وكنا شفنا أنه لم يحل يعني على مجلس الوزراء أين مصير هذا القانون اليوم المصار تعود توقف توقف لأسباب سوء التفاهم وسوء فهم سوء فهم اللي ربما يقدي بعيد لأنه ولكن سحبنا الوقت الضرف إلىنا أعتبرنا أن أقلية الأقليات ما تدفعناش إلى تقنين شيء اللي ما يهمش الجزائريين هذا الوقت رأها سحبة لأن تأولت تأولات آخر إحنا الجزائر قابلة ازدواجية الجنسية وكله عنهم تلك الجنسيات ما أعتبر أنه من المفروض أن تكون روحة وطنية وإنسان يعني يحترم العائلة ويحترم الأصول هذة الجنسيات تكون فيها شيء إيجابي بالنسبة للوطن وبالنسبة لل كيف ما شفنا بعد الجنسية بعد الدول الأوروبية مزدوجي الجنسية وش يجيبوا البلاد هم وشكذا ما هي شيء لن أعتبرها أهربونا لأشنا لنما أعتبره أعود الوضع والأمود لتحصل الى الامن كنت تحصل الى الاشتراك الجعور سيدة هل من جديد في هذا الملف هذا سيد الرئيس؟ ماشيه والرئيس الفرنسي موافق لازم ندير في أدهاننا باللي كل دولة وعندها التنظيم تاح استرجاع الجماجين اللي جبناها كان استثناء من طرف الرئيس نفسه لعنا من المفروض تفوت عالمجلس الوطني تاح ولازم موافقة عالمجلس الوطني وفي إجراءات وحنا كنا قراب للسانك جويه خضر المسؤولية يعني باش تعطيك المستوى تعال العلاقات الطيبة الموجودة مهم العلاقات الطيبة سنكون تريع ما تقاملكش ولا فلس العجرفة وهديك أنا الدكرة إحنا خارجين من المجتمع وطني إلى النخاء الدكرة هذه ما سمحش فيها ولكن عمري ما ندير منها أنفونت كوميرس دكرة بين شعبين بين دولتين بين كده لا نعمش وخطوات خطوات 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 كل واحده عنده ما شايف أنا بالنسبة للشي اللي قال والرئيس في فرنسي لما قال بللي الشي اللي يصراف الجزائر كتر من المحرقة قالها لما قال بللي الاستعمار جريمة ضد الإنسانية قالها الله على مهلك خليه ما أنا ما نشكش في النزاة أنت أو ما نشكش في عنده دوره فأنا ماشيين ما عليش بضعه كان مسألت الأرشيف سيد رايس كيف ستشوفوا الفتح الأرشيف الفرنسي وكان يأيون بوليميك في الفلوس كان أساتيدة فرنسيين وأساتيدة جزائريين قالوا بليك فتح الأرشيف هذا ما رحش فتحتها الصح البليك Centially بملية أمزة الأمزة 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 أمزة الطرح segundo رب Koh Bunتان чудت – Il y a aussi des historiens algériens qui évoquent les archives de la révolution algérienne détenues par les archives nationales, qu'en est-il ? Il y a des historiens qui disent se plaindre de ne pas consulter les archives algériennes. – Qu'est-ce qu'il y a des archives ? – Qu'est-ce qu'il y a des résumé, il y a des histoires. – Pour l'arraisse et les villages, il y a des intérêts des chaleaux. Ce n'est pas nécessaire pour l'internité de la révolution algérienne. Il n'a pas de transmettre le réalisme d'un des établissements. Il n'a pas de souleur d'un événement. Il n'a pas de souleur d'un événement. Je n'ai pas de souleur d'un monde, mais dans ce sens, c'est pour être une bonne chose. الرئيس اليوم في دولة جارة اللي هي ليبيا تتجهت تشكي الحكومة جديدة ورانا شفنا أنه هذه الحكومة تتجه نحو تنظيم انتخابات حابين نعرفه سيد الرئيس ما موقع الجزائر في المشهد الجديد يعني في المنطقة ومنطقة ليبيا ودول الساحل كذلك بالنسبة ليبيا لما دخلنا في الميدان فيما يخص أمور الشقيقة ليبيا كانت الجزائر غايبة منذ عشر سنين رجعنا احنا الشيء اللي رح يجري اليوم احنا نادينا به أول تدخل تعي كان أولا المشكلة ليبي ليبي أجانب يخرجوا الجيوش الأجنبية والمرتزقة يخرجوا ونفوتوا لانتخابات لأنه ما نشعر في من يمثل من هذا هو اليوم اليوم تحت غيطاء الأمم المتحدة مبرمجين انتخابات شاملة في نهاية السنة هذه واحنا بدينا استعدادنا باش نعاونوا شقيقة ليبيا لا تحتاج لما تحتاج ما نفرش نفسي عليهم مهم أن اليوم الشيء اللي كنا نتمنى هرانا فيه أرجع الهدوء ما شين الانتخابات مثل ما كنا نقوله وما بغيناش نشوشوا على هات الانتخابات لأنه كان ممكن نعرضوا على القابائل ونخرجوا بالليجان تسيير أخرى لكن احنا لما قدرش نجيب الخير ما نجيبش المدرة الليبي آخر المعطف شي اللي يوقع يشرف الليبيين أشيقاء لأنه يعني يوقع التبادل بين المسيرين السابقين ومسيرين الجدود بصفة سليسة واحترام متبادل ما أوقعش العنف بيناتهم قال أنا ما استعرف بيك أنا هذين الحمد لله هذي نتيجة إيجابية جدا تتسجل على الشعب الليبي والأشيقاء الليبيين وإحنا رأينا معهم ما لي يحتاجون أحتاجون أحتاجون باش نصلح عطب الكهرابر أنا معهم أحتاجون أصلاح المستشفى رأنا معهم أحتاجون أحتاجون أفضل بورس دولة مرحبا شارش المفتوحة والجامعة التعنامفتوحة والتقوين المهني مفتوحة لأحساب طالب الأشيقاء في ليبيا في نجيال سيدرائس il n'y a pas longtemps il y a eu une tentative de coup d'État au Niger que vous avez d'ailleurs condamnée et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet sur cette fragilité de cet état frontalier أنا ما أنا مريش ناس تهضر على الجزائر أنا أنا مريش على الدول هر أنا طرف السيدة أنتحم آفيه محاولة تشويش ولكن الدولة الدولة عن نيجر تغلبت على المشكل وما كانت شيء محاولها نحن رأي كل حال الدول هذه النيجر والمالي اللي عندنا حدود معها نعتبرهم أشقاء أولاً وصح هم أشقاء اللي يضرهم يضرنا ورانا نساعدوا واستيصال دايم سي محمد بازوم من هاللي خرجوا النتائج رفي شهر ونص قبل ما يعلن المجلس الدستوري تاحهم باركت له واتصلت به وبركت له وزي تعاوت باركت له في يومين ولا ثلاثة سيدي الرئيس الجزائر الدبلوماسية الجزائرية سجلت نقاط إيجابية جداً في آخر دورة للإتحاد الإفريقي ما رأيكم في تبني الإتحاد الإفريقي لتوصية الجزائر مقترحة الجزائر يعني أبدأ نوع من نزاهة في الطرح يعني قلنا باللي المشكلة السحرة الغربية ما يتحلش بالتناسي ولا يتحل بالله لا فيه مشكل لازم مجلس الأمن يتدرسوا ومجلس الأمن لازم يبلغ للمجلس الأمن تعالوا أمم المتحدة عندك شيء اللي يصار كل حال كان ستتنا ربما بالنسبة للناس لأن الموضوع هذا ما تطرقوا لش في مدة ولكن احنا قلنا باللي مشكل السحرة الغربية مشكل تصفية تستعمار كل أطراف قبل اللي تطرح كل أطراف بدون ستتنا دعونا المتحدة تفصل على الموضوع أما تعالوا جيب تطرقوا تتعالم المترجم للقناة ماذا نقول ها بدون دغينا بدون حقت وبدون على أي طرف كان مهما كان الحال مغارباء يبقوا أشيقا والصحراوين أشيقا ونتمنوا بشل حال هذا يصيبوا الحال النهائي اللي يرضيهم في تنين واحد ما يفرد رأيو الله خور وحق مراتتين ويجعله يحصلون على الأجرياء ماذا قرارباء يشتركوا وفرقه هناك مهما كان يوجدون دوليا يشتركوا من يشتركوا في جلد وإنها المحاولات المعروضة والمحاولات يخبرونه لكن مهما كان يحضرون الأمغلوب فيه فقد المعروض يوجدون دوليا هناك يوجد لجلسلات الأمغالية يوجد لديونه يجبونه يشتركوا في ذلك الاني كما تلك السيكورية، نتحن نترابي كما أصبحتنا، نترابي، 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 ون تحفظ، هذا هو، هذا هو. – En tout cas, le retour diplomatique de l'Algérie au niveau des institutions internationales est avéré. Je parlais du lexique, du temps, de la clarté, du message et aussi de l'efficacité de sa diplomatie. La diplomatie, c'est aussi le soft power. – Votre premier gouvernement, le premier gouvernement que vous avez annoncé, il y avait le ministère délégué à l'industrie cinématographique. Lorsqu'on sait que les États-Unis, l'Egypte, la Turquie et d'autres pays ont brillé par leur cinéma et ça a beaucoup servi l'image du pays, donc tout le monde a compris qu'une volonté de votre part, de développer le soft power, bon mais au dernier gouvernement, après le dernier romaniment, vous avez supprimé ce poste. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? – Ce n'est pas tout à fait le soft power. il y a un côté, un côté intrusif dans les pays, les métro, dans les salles et les salles et les salles. الأولى نصبناها نصبت على الساب التزاماتي كل التزام التزام الواضح صحة بعض الالتزامات درنا وزير باش هو يطرق لها الصناعة الفنية والصناعة سينماتوغرافية الاندستري السينماتوغرافيك الاندستري السينماتوغرافية الاندستري ما قلتوه صح انتكرت دول معروف يعني معروف وش يجيب المسلسلات وش يجيب الفنون الولايات المتحدة سينماتين مليار دولار بالنسبة لشقيقة مصر نفس الشي بالنسبة لشقيقة سوريا كنفس الشي بالنسبة لتركيا بالنسبة كذا مع الاسف مع الاسف ما مشاوش جيبا بي كومينيكي لفلام على سوكي يتي ان شارج انا كنت نسنى باش في ضرف شهر ولا شهرين نفوتوا يعني بسرعة قصوى الى خلق دي ستوديو خلق انتع انفيته دي جانبول التورناج عدنا هنا الناس كي ما تعالى اللي رهم اضطرين اليوم باش يديروا مسلسلات ولا هديك في اللي كانوا في سوريا اللي كانت غزات بالمسلسلات خضاتها تركيا ومبعد كذا باش ندخل احنا في لانا تعرف الصناعة السينماتوغرافية تخلق عشرات الالاف تعمى نصيب الشهر دي جا باش توصل الفيلم وشوشي لقلك غي تيكنيك ما بالاضافة الى الشي اللي ممكن اللي يجيبوه لك ماليا ومادييا ما مشاوش ما مشاوش الصناعة نتعال الفن والصناعة نتعال كان ممكن كل شي هذا ممكن ما افهمت باللي ما هوش وقته ما هوش وقته لي صراحة ما له محتوى احد ما لقيتش انا اللي اللي وصل هاد الشعلة الى الى اخر ونعرف باللي في قابلية في انا شفت جزيريين واحد باش يقدر دي سيديو واحدة في بيسكرة وفي كده وعرقلولو ودار بام بغيت باش ناس خرين نعطيك استثمر استثمر تخدم شباب ربما تستغل الموهيب انت عكتير من الشبان تعنا والشبات بالنسبة لأفلام وبنسبة لهادي وبنسبة لهادي ما تبعوناش انا بالنسبة ليا لما قلت لما قلت تجربة لهادي لما قلت لما قلت اشتركوا فيها وفي اوالي وفي اوالي دكات ولكنت تخير من هذه الفتحات ومن ثم نفسه وماذا تتحدثون؟ أنا أخير وما يقولك العربية أنعظة العشرة صح؟ استقبولتو ومن ثم استقبولتو في مدة ديش إنسان طيب إنسان قام بعمر جبار طالع المعنوية للجزائريين ويستهر كل خير استصارت لا استصارت لا بالماضي كثير من الدول حاسديننا عليه وجاب نتيجة وجيب نتيجة استصارت لها مفيش وعلى وش تكلمتو سيد رئيس تكلمنا كيراك تحضرنا على عين تادلس تحضرنا على مستغاليم تحضرنا على الجيلة لعين تادلس تحضرنا على بزاف سؤال يبدو سيد رئيس أننا وصلنا إلى آخر سؤال نشكركم على سعة صدركم نشكركم على إجاباتكم نتمنى أن نكون وقد ساهمنا بقدر صغير في إنارة سأعطيكم صحة إن شاء الله نوصلوا باش ننوروا الرأي العام الوطني بالنسبة لشي لحصير في البلاد بالنسبة لقرارات بالنسبة لنا أعتقد أنه كل شهر ونصف فيه كيفية شكراً لسيد الرئيس وصحة رمضانك ومن خلالكم صحة رمضان جميل جزيلا الله سلمك الله سلمك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر